المطرية الأخيرة عرفت بعض المناطق بالولاية ارتفاع منسوب مياه الويديان والحواجز المائية وهو من عكس سلبا على تنقلات السكان الريف خاصة التلاميذ بمنطقة الصفصاف ببلدية مدريسة والذين يجدون صعوبة في عبور أحد الويديان عن طريق جسر مصنوع من الأنابيب الإسمنتية للتنقل ومواصلة دراستهم التفاصيل مع ديار بن داود هذه الأنابيب الإسمنتية ليست أنابيب عادية بل هي تمثل أحد المعابر التقليدية التي صنعها السكان لعبور أبنائهم الذين يتمدرسون بإحدى المدارس النائية بمنطقة الصفصاف ببلدية مدريسة بيتيار والتي تبقى تمثل خطرا على حياتهم كلما زاد منسوب المياه لمثل هذه الويديان والحواجز المائية بالمنطقة الزيلة يمسا كيرا أصبحنا نقطعهم والعشوة نقطعهم وكل يقطع يطحنا في الماء كيف يستطيع أن تطالبون؟ أنا طالبين أن نطلبون من السلطات يخدموننا هذا البارال وقدرون أن نقطع عمل جيد بها يقطع هي معاناة يومية تتكرر لتلاميذ سكان الريف الذين يطالبون اليوم بضرورة تدخل الجهات المعنية لتهيئة جسر آمن يسمح بتسهيل عبورهم وحمايتهم من المياه المتدفقة للحاجز المائي فرحلة الذهاب والإياب للمدرسة تستمر في ظروف صعبة في يوميات هؤلاء التلاميذ تزيدها معاناة طريقة التنقل إلى مقر سكنها فمن التلاميذ بعد عبور هذا الجسم يلجأ للانتظار من أجل الظفر بمركبة تمر بالمنطقة لتنقله وهناك من يفضل المشي على الأقدام فيما يلجأ آخرون للتنقل في سيارات أوليائهم في ظروف خطيرة تهدد حياتهم